بسم الاب والابن والروح الكدس اله واحد امين حبايبي جريد 5 وبرايماري 5 النهاردة هنتكلم عن معجزة جميلة جدا عملها الرب يسوع المعجزة دي معجزة اشباع الجموع ايه يا ولاد معجزة اشباع الجموع دي حد يعرف حاجة عنها تعالوا مع بعض نشوف ايه هي دي في يوم من الايام الرب يسوع حب ان هو ياخد تلاميذه ويروحوا مكان هادي عشان يعودوا يستريحوا فيه من التعب اللي هم فيه رحوا رجبوا سفينة وذهبوا لمكان هادي عشان يعودوا كده مع بعض لكن اول ما وصلوا هناك لقوا ناس كتير خالص منتظر الرب يسوع عشان ايه بقى عشان يشفي المرضى اللي هم الموجودين معاهم وعشان كانوا عاوزين يسمعوا كلام الحلو بتاع الرب يسوع طبعا اول ما شافهم الرب يسوع اتحنن عليهم ما رفضش طبعا ولا قال لهم ايه مشوا ولا قال لهم انا تعبان وانا جاي استريح هنا لا ما حصلش الكلام ده اللي حصل ايه ان هو قعد بمحبة وقعد يكلمهم عن ملكوت السموات طبعا من حلاوة كلام الرب يسوع الوقت عدى بيهم وقضوا وقت طويل جدا في ايه في الاستماع لكلام الرب يسوع لكن جاي موعد الاكل راح جاي ايه جاي في لوبوس واحد ده من تلاميذ الرب يسوع قال له يا رب يسوع احنا منين هنجيب خبز عشان الناس دي تاكل راح قال له ايه قال له مش هيكفيهم خبز حتى لو جبنا لهم بمائتين دينار مش هيكفيهم الرب يسوع طلب من تلاميذ ان هما ايه يصرفوا الجموع عشان يروحوا يجبوا لهم طعام الرب يسوع راح قال لهم ايه قال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا اعطوهم انتم ليأكلوا طب يا رب يسوع احنا هنجيب منين اكل ما عندناش اكل راح جي واحد من تلاميذ الرب يسوع اسمه اندراوس اسمه ايه ولاد اسمه اندراوس اندراوس ده اخو بطرس اخو بطرس قال له ايه قال له هنا فيه غلام غلام يعني ولد معاه خمسة ارغفة ومعاه سمكتين لكن برضو مش هيكفوا راح ايه الرب يسوع قال له ايه قال له هكلي الخمس ارغفة والسمكتين قال له يا رب يسوع الناس الموجودة اكتر من خمسة الاف رجل غير النساء والاطفال يعني احنا لو كل واحد معاه مراته هيبقوا كام عشر تلاف لو كل واحد معاه طفلين هيبقوا كام عشرين الف فباحنا الخمس خبزات والسمكتين دول هيكفوا الناس دي كلها هيكفوا عشرين الف قال له قاهتهم طبعا الرب يسوع اخذ السمكتين والخمسة ارغفة ورفع عينه للسماء وابارك وابارك الخمسة خبزات والسمكتين طبعا ايه الرب يسوع حس بان الناس دي ايه وصلت ان هي جاعت من غير ما هم ايه يطلبوا وطبعا ايه اداهم الحاجة دي وقال لهم ايه قال لهم خليهم قاعدين بنظام اسموهم مئة مئة وخمسين خمسين يعني ايه صف مية وصف خمسين ليه يا ولاد عمل كده الرب يسوع عشان الهنا اله نظام وليس اله تشويش وبالفعل التلاميذ عملوا كده واعادوهم صفوف صفوف مئة مئة وخمسين خمسين واعطوهم الاكل واللي حصل ايه بقى ان بعد ما اكلوا يا ولاد بعد ما الناس دي كلها اكلت فضل اتناشر قفة فضل اتناشر قفة قال لهم ايه رب يسوع قال لهم ما تسيبوش اي بوائي على الارض ما تسيبوش اي حاجة مرميه على الارض اجمعوها وحطوها ايه في الافة في فضل اتناشر قفة ومنها ربنا يعلمنا ان ايه ان احنا ما نرميش اي حاجة والاحنا ما نستغطرش في اي حاجة طيب يا ولاد عاوزين نشوف حاجة دروقتي الغلام ده اللي هو الطفل اللي كان معان خمس خبزات والسمكتين لو اكل الخمس خبزات والسمكتين دور كان هيحصل ايه بقى عاوزين نعرف الغلام ده هو يبقى مين هو يبقى القديس ماري مرقص الرسول كاروز الديار المصرية معلومة يا ولاد ان المعجزة دي مذكورة في الاربع اناجيل اللي عندنا انجيل متة وانجيل مرقص وانجيل لوقة وانجيل يحنى تمام في حد مش فاهم حاجة في الدرس يا ولاد طيب خلاص كده ايه الدرس انتهى والهنا المجد الدائم ابديا امين مرحات وانجيل 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 مرحات و